افاد مراسلنا في غزة ان الفصائل الفلسطينية اعلنت دخول وقف اطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ بوساطة مصرية كما قالت مصادر اسرائيلية ان جهودا مصرية اسفرت عن تثبيت وقف اطلاق النار بين الفصائل الاسرائيلية واسرائيل في القطاع وان هذه الفصائل اكدت التزامها بهذا الاعلان طالما التزمت به اسرائيل وكانت الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة قد اوقعت سبعة قتلى فلسطينيين خلال الاربع وعشرين ساعة اذا ينضم الينا من غزة مراسلنا محمد المشهراوي للمزيد من التفاصيل حول هذا الاتفاق محمد وتفاصيل المشهد في غزة نعم عاد الهدوء التام الى قطاع غزة بعد اعلان الفصائل الفلسطينية دخول تهدي احيز التنفيذ بينها وبين الجانب الاسرائيلي كذلك توقفت الغارات الاسرائيلية بشكل تام منذ ساعة تقريبا وكانت الغارات قد قتلت سبعة فلسطينيين واصابت نحو ثلاثين اخرين بعضهم في حالة الخطر خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية هذه الغارات الاسرائيلية كانت عنيفة جدا هي الاعنف منذ حرب 2014 واستهدفت مباني مدنية وكذلك مواقع امنية وعسكرية داخل قطاع غزة الحديث المؤكد هو ست مباني مدنية وعمارات سكنية تم تدميرها بالكامل لكن حالة الهدوء المستتب الان تؤكد كما اعلنته الفصائل التوصل الى عملية التهدئة الحياة بدأت تعود شيئا فشيئا الى شوارع قطاع غزة نلاحظ حركة للسيارات على خلاف ساعات النهار كانت هناك شبه اعدام لحركة السيارات كانت المحالة التجارية مغلقة بالكامل الان بدأت المحالة التجارية والاسواق تنتعش شيئا فشيئا كذلك وزارة التعليم اعلنت عودة الدوام المدرسي بدءا من صباح الغد وكان هذا الدوام قد تم تعليقه اليوم بسبب تفجر الوضع الامني في قطاع غزة الفصائل تقول انها ستلتزم بتفاهمات التهدئة التي رعتها مصر ما التزم الاحتلال الاسرائيلي بها ننتقل ايضا الاقتراب من تفاصيل المشهد من جانب ناخر من المنطقة الحدودية مع قطاع غزة مراسل سكاي نيوز قاسم الخطيب قاسم الصحافة الاسرائيلية اعتبرت الهجوم مفاجئ كيف يمكن رصد الامر وكيف تعاملت الصحافة بعد اعلان الاتفاق حاليا هناك نوع من الهجوم على الحكومة الاسرائيلية وعلى رئيس الحكومة الاسرائيلية بعد هذا الاتفاق ولكن قبل ان نصل الى هذه الانتقادات ربما يجد ذكر بعض الملاحظات في هذه اللحظة هناك معلومات من مصادر اسرائيلية على ان الوفد المصري او احد الشخصيات الامنية المصرية الكبيرة ستصل الى اسرائيل هذه الليلة لانجاز العديد من التفاصيل فيما يتعلق في هذا الاتفاق وفق ما ورد من مصادر اسرائيلية بخصوص ما حدث في اجتماع الكابينيت المجلس الوزارة المصاغر للشؤون الامنية هذا اليوم فالحديث هو ليس فقط على موضوع التهدئة او وقف اطلاق النار واما الحديث هو حول العودة الى مصار التسوية مع حركة حماس الذي كان قد بدأ خلال الاسبوع الماضي وبالتالي وقف اطلاق النار هو جزء من هذه من مجموعة خطوات ستمتد الى تهدئة بعد ذلك ربما الى تسوية طويلة الامد خلال الاجتماع كان هناك موقف ووقف لأجهزة رؤساء الأجهزة الامنية الاسرائيلية التي دفعت باتجاه هذا الاتفاق وعلى ما يبدو فقط خرج نهائيا الى حيز التنفيذ نعم قاسم الغطيب مراسل سكاي نيوز كان معنا من المنطقة الحدودية مع قطاع غزة ومن غزة مراسلنا محمد المشهراوي شكرا جزيلا لكم ايضا نستمر في نقاش هذه التطورات ذي انضم الينا من رام الله عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور نبيل عمرو الدكتور نبيل البعض كان يتوقع ان المواجهة قد يتسع مداها كيف تقيم الاتفاق وما تم بعد هذه الغارة والتصعيد الاسرائيلي شوفوا كان يمكن ان يتسع مدى المواجهات لو ان العملية الاسرائيلية لم تفشل او لو ان من غزة بدأ اطلاق النار كان يمكن جدا ان يتطور الى اجتباك واسع او الى حتى اجتياح جزئي نظرا لكمية الصواريخ التي خرجت ونظرا للاصابات قتيل في عسقلان ومع انه فلسطيني ولكن في نهاية المطاف اصيب الى جانبه اسرائيلي وضابط قتيل وبالتالي الخطأ الاسرائيلي والفشل الاسرائيلي في العملية الاستخبارية هو الذي جعل العملية محدودة الى هذا الحد ولكن يجب ان لا يشغلنا هذا عن ان الوضع في غزة هش تماما وامكانية ان تستأنف اجتباكات امر وارد تماما بقدر ما هو صعب الوصول الى تهدئة مستديمة لذلك اسرائيل لا تريد الان ان تتورط بعملية عسكرية واسعة النطاق خصوصا بعد خطأ العملية الاستخبارية ولكن في نفس الوقت عندما تجد سانحة لان تختطف او لان تستعيد الذين يحتجزون في غزة فاعتقد انها لن تكتلت بالتفاهمات وستفعل ما تستطيع فعله ما الاهداف اذا في رأيك بعد المعطيات هناك تعتيم من الجانب الاسرائيلي حول اهداف هذه العملية في رأيك كيف يمكن تفنيد الامر دكتور نبيل يعني خلينا نقول انه هما استغلوا واقف اطلاق النار الموضوعي والذي لم يتم باتفاق موقع والذي تم بالطبع بجهود ثلاثية قامت بها مصر ومولتها قطر ثم تدخلت الامة المتحدة بجهود ملموسة في هذا المجال نشأ وضع في غزة ظن الاسرائيليون انه حالة استرخاء وبالتالي ظنوا ان الجو مواتي لان يخلصوا ربما موضوع المختطفين المحجزين في غزة دون ان يضطروا لدخول العملية التبادل المكلفة بالنسبة لاسرائيل ولكن ليس دائما تأتي الامور كما يريدون كان هناك يقضى من قبل عناصر القسام واستطاعوا هؤلاء ان يفشلوا هذه العملية رغم انهم قدموا ثمنا باهظا لهذا الذي تم وبالتالي هذا بالضبط ما حدث واسرائيل تحاول قدر الامكان الان ان تبعد عنها تهمتين الاول انها تسعى الى التصعيد والثاني انها تفشل استخباراتيا وبالتاليها في موقف حرج وهذا دفعها الى الاسراع في قبول العودة الى موضوع التهدئة وربما الى مسار التسوية غير الموقعة بينها وبين حركة حماس بالجهد المصري تحدثت ان الوضع لا زال هشن ضمانات عدم عودة مثل هذا التصعيد دكتور نبيل لا ضمانات يعني خلينا نراجع السنوات الماضية التي اشتعلت فيها حروب شاملة وحروب جزئية وعمليات متبادلة لا يوجد ضمانات على الاطلاق بان الامور ستهدأ او ستهدأ لفترة طويلة المدى ذلك بسبب ان هناك اكتظاظ هائل للميليشيات والقوى والاسلحة في غزة وهناك ايضا استطلاعات رأي في اسرائيل تحكم القرار السياسي خصوصا اذا ما كان المور تتجهي الانتخابات الان نلاحظ انه داخل مجلس الوزراء المصغر توجد مزايدات بين اعضاء هذا المجلس من يريد ان يجتاح غزة ومن يريد ان يقتل اكبر قدر ممكن ويدمر اكبر قدر ممكن اذا غزة دخلت كناخب داخل الحياة السياسية الاسرائيلية وهذا يؤدي الى الضرب عرض الحائط بكل التفاهمات اذا ما شعر اي فريق بان الضغط باتجاه التصعيد يخدم انتخابيا ضابط اللعبة حتى الان هو نتنياهو اذا ما شعر انه بحاجة الى حرب في غزة يفعلها بلا تردد دكتور نبيل تأثير هذا التصعيد على الجهد المصري الرامي من جانب الى المصالحة ومن جانب اخر الى التهديئة ثم سنتحدث معك عن احتمالات العودة الى مسار المصالحة تأثير ذلك تأثير التصعيد على الجهد المصري كيف ترى لا شك انه محرج لمصر الذي حدث والسبب الاحراج ان الذي ضرب عرض الحائط من الاسرائيليون وليس حركة حماس التي فيما يبدو كفلتها مصر في اي تفاهم يتعلق بالتهدئة الاسرائيليون احرجوا المصريين ولذلك استجابوا فورا للتدخل المصري رغم انهم حاولوا التغطي على الفشل بمزيد من الدمار والقتل اذا نستطيع القول ان موضوع التهدئة الذي وتوصلت اليه مصر يظل رغم ان المصريين مخلصون تماما في هذه العملية لان لها صلة بامنهم القوم ومكانتهم ومصالحهم الى اخره الا ان الاسرائيليين عندما يرون سانحة يضربون عرض الحائط بكل هذه الاعتبارات وعلى المصريين ايضا ان يضغطوا على اسرائيل كثيرا في اللقاء المفترض ما الرسالة التي ستنقلها لكي لا يخدموهم الى اسرائيل في ظل حديث ايضا مرسلنا محمد المشراوي ان هناك مسؤولا امنيا مصريا قد يزور ويلتقي بالمسؤولين الاسرائيليين ما الرسالة في رأيك الرسالة ان كما قلت لك ان المصريين شعروا باحراج هم الذين توصلوا للتهدئة وهم الذين ضمنوا حماس وعقلنوها كما يقال ولكن مقابل ذلك تأتي من وراء ظهرهم اسرائيل بعملية كالتي تمت هذا محرج لهم لذلك ستكون الرسالة انه من الان فصاعدا عندما تعطون كلمة تقيدوا بها بما في ذلك العمليات الاستخبارية القضية ليست قضية قصف وطيران والقضية صارت الان تدخل اسرائيلي امني وعسكري في غزة المصريون سيصلون رسالة باننا لا نستطيع تحمل ذلك في المرة القادمة مع اي تصعيد اسرائيلي يعود من جديد الحديث عن المصالحة هل هناك اي بوادر امل لعودة هذا المسار انا بالنسبة لي لموقف ثابت من هذا الموضوع حتى الان لم يتغير الان المعطيات لم تتغير المصالحة لن تتم تعقيدات المصالحة اكبر بكثير من امكانيات نجاحها الاخلاص المصري للمصالحة وحده لا يكفي اذا لم يمكن هناك استعداد قوي من جانب حماس اولا لارخاء قبضتها على السلطة في غزة وتسليم الشرعية ما يجب ان تتسلمه كشرعية واحدة للشعب الفلسطيني اذا لم يتم ذلك اعتقد ان الوضع سيظل مجرد حوارات ومحاولات تتقدم كثيرا على الورق ولكنها تتأخر على الارض غزة مكتظة بالتناقضات مكتظة بالفصائل مكتظة بالاسلحة مكتظة بالاجدات المتعارضة وبالتالي جمع كل هذا في عصى سحرية تؤدي الى مصالحة ان تعود الامور كما كانت قبل الانقسام اعتقد ان امام هذا عمل صعب وليس مضمونا عمل صعب لكن ليس مستحيل من اين يمكن اعادة الحوار لبدء المصالحة في ظل ايضا هذه التعقيدات الموجودة والمتراكمة دكتور نبيل المشكلة ان منذ بداية الانقسام حتى الان هناك نمط واحد في معالجة هذه القضية وادى الى فشل عمره احد عشر عاما لا جديد اجتمعوا تفاهموا اذهبوا الى الارض اقتتلوا من جديد هذه المعادلة عمره عشر سنة حتى الان هناك من يطرح معادلات اخرى لابد من تغيير الواقع القائم بمعنى مثلا هذه الطبقة السياسية التي تصدت للانقسام فشلت اذا ونحن الفلسطيني لا يوجد عندنا التقاليد الانقلابات وما الى ذلك اذا لماذا لا يذهب الجميع الانتخاب قيادة جديدة لعل المنتخبين المتجددة شرعيتهم على كلا الجانب ان يستطيعون احراز ما لم يستطع احراز القائمون الان هذا هو الحل الجذري للموضوع دون ذلك ستظل اللقاءات تتم والقاهرة طويلة تروح وستصبر عليهم وتقترح صيغة مرة متدرجة ومرة غير متدرجة وهكذا ولكن الفجوات القائمة من كل مرحلة واخرى قد تؤدي الى مزيد من التراجع على الوراء وهذا مجرب كلما تقدمنا باتجاه صيغة للمصالحة نذهب الى الارض لنتراجع خطوات الى الوراء يعني خطوة الى الامام وخطوة الى الوراء لذلك لا بد من تغيير الشرعيات القائمة الان عبر صندوق الاختراع واذهار قيادة جديدة لعلها تستطيع ان تنجح فيما لم تنجح فيه الطبقة السياسية الحالية على كلا الجانبين دكتور نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية كنت معنا من رام الله شكرا جزيلا لك دكتور نبيل اشتركوا في القناة